بسم الله الرحمن الرحيم القائد خليل الوزير والشهيد القائد صلاح خلف نبرق بتحية إجلال وأكبار لشعبنا الفلسطيني العظيم في الضفة الغربية وفي مقدمتهم الأجنحة العسكرية التي تقف من الخندق الأمامي دفاعا عن الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية دفاعا عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومهد المسيح عليه السلام نقول لكل المتآمرين الذين يسعون لإضعاف الروح المعنوية لشعبنا الفلسطيني والنيل من عزيمته الصلبة وإرادته التي لا تعرف اليأس أو المستحيل من خلال مجموعة من الإجراءات العنصرية نقول لهذه المؤسسات المتآمرة لن تنالوا من عزيمة شعبنا وإدلاله مهما عظمت قوتكم إن انتهاك كرامة الموظفين من خلال الإجراءات التعسفية بقطاع رسمي من سلطة النقد الفلسطينية وعلى رأسها الدكتور في راس ملحم محافظ سلطة النقد تعتبر جريمة لا تختفر وأن ترك البنوك تنهش بلحم وأعراض شعبنا الفلسطيني من خلال دبحه بالفوائد تارة وبالتأجيل تارة وبالجدولة تارة أخرى تتحمل مسؤوليته سلطة النقد التي تعتبر المرجعية القانونية للبنوك ومؤسسات الإقراض فهي تتحمل كامل المسؤولية عن المجزرة التي ترتكبها البنوك بحق الموظفين بناء على ما سبق سلطة النقد وعلى رأسها الدكتور في راس ملحم مطالبة باتخاذ الخطوات التالية أولا وقف الإجراءات العنصرية للبنوك ومؤسسات الإقراض ومحاسبتها على كل جرائمها التي ارتكبتها بحق الموظفين منذ 15 عام وهذه مسؤولية سلطة النقد وعلى رأسها الدكتور في راس ملحم ثانيا اعتدار محافظ سلطة النقد الدكتور في راس ملحم لكل الموظفين بالسلطة الوطنية الفلسطينية عن الجرائم التي ارتكبتها البنوك ومؤسسات الإقراض بحق الموظفين بغطاء وطواطئ رسمي من سلطة النقد ثالثا إلغاء كل الفوائد التي أضافتها بعض البنوك على رواتب الموظفين خلال الأشهر الماضية بسبب تغير سعر الفائد العالمي كونها إجراءات غير قانونية وتتنافى مع العلاقة التعقدية بين البنوك والموظفين رابعا إلغاء جميع الفوائد المترتبة على جدولة القروض للموظفين منذ عام 2017 لأن تقليص رواتب الموظفين تتحمل مسؤولية الحكومة بشكل مباشر وليس الموظفين الذين جلسوا في بيوتهم بقرار سياسي عام 2007 خامسا تخفيض نسبة الفوائد على القروض التي حصل عليها الموظفين خلال العشر سنوات الماضية سادسا تأجيل الأخصات المستحقة عن الموظفين لمدة أربعة شهور بدون فوائد بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفضل السعيد وعيد الأضحى المبارك اسوة بالدول العربية والأجنبية وأخيرا نؤكد على استمرار الفعاليات الإعلامية والميدانية بشكل متواصل حتى يتم تنفيذ جميع الخطوات السابقة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحان البواسل في كل ميادين القتال الحرية كل الحرية لأسران القابعين في سجون الاحتلال ومعا وسويا وجنبا إلى جنب لبناء مؤسسات دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف عن إخوانكم في الحملة الشعبية لإلغاة تقاعد القصري وشكرا موسيقى